وعشان كده يبقى احنا نقول لكم شوية اجراءات بسيطة اول حاجة احنا محتاجين نقعد مع بعض سواء المخطوبين او حتى المتجوزين الكلام ده كمان بنقوله للمتجوزين نقعد مع بعض ليه؟ نقعد مع بعض مدة طويلة نقعد كده جلسة نعمل زي المعسكر كده نقعد ولو لمدة اسبوع ونكتب لمدة ساعة احنا شايفين احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا لازم ينظر كل واحد فينا لغد شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الكيس من دان نفسه وعملا لما بعد الموت يعني ايه؟ الإنسان الكيس هو اللي بيبص الأدام ده الكيس طيب والإنسان بقى اللي غير الكيس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه دان نفسه يعني ايه؟ سأل نفسه حاسب نفسه هيحاسب نفسه إذا ما كانش عندي رؤية إزاي؟ لازم يكون له رؤية ويحاسب نفسه طب والشخص بقى الغافل والشخص الضائع اهي اللي عمل ايه بقى؟ والشخص التاني دوت اللي هو التافه هيعمل ايه؟ ولا حاجة بس هيعمل ايه؟ يتبع نفسه هواها يمشي في كل المسارات اللي عتنادي بيها نفسه وإيه اللي حاصل؟ ويهي؟ يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمن أنا بتمنى ان احنا يبقى فينا توافق توافق ايه؟ ما انت ما عملتش ما بازلتش من أجل التفافق ولذلك لازم نعود مع بعض ونوصل لهذا الأمن ولازم اللي احنا بنتكلمه يراعي قدرتنا ويراعي احتياجاتنا ويراعي كمان قيمنا وداني حاجة اللي احنا لازم نكتب نكتب الرؤية دي ونكتبها بشكل دقيق عشان تبقى وثيقة ممكن رجعناه احنا ليه ما يكونش جزء من ذكرياتنا وجزء من توافقاتنا ان احنا يكون عندنا البيت دوات موسق البيت دوات حريص حتى أولادنا يتعلموا بعد كده أهمية ان هم لما يعملوا حاجة يوسقوها ويكتبوها بشكل واضح الحياة الثالثة حاولوا دايما لما يحصل أي مشكلة تمنوا بعض ان اللي احنا فكرنا فيه ده ربنا مش هيضيعنا السيدة سيدة هاجر تقول له أه الله أمرك بهذا قال نعم قال إذا لن يضيعنا يبقى احنا لازم نشوف الامر ده لان لازم نعرف ان البيوت الامل فيها والامنية فيها والتعلق برحمة الله سبحانه وتعالى يغذيها بانوار الله ولذلك زي ما بنقول كده البيوت كانت بتعمر زمان بكلمة ان بكرة أحلى من النهاردة فلازم نعمر البيوت بهذه الكلمة وترجع مرة تانية الناس يمنوا بعض بنعمة ربنا اللي جاية احنا لو عملنا كده من النهاردة سواء كنا مخطوبين او سواء كنا متجاوزين انا شايف ان فيه حاجة كبيرة اوها تجمعنا فيه حاجة منورها تجمعنا فيه خير كتير هيتفتح على قلوبنا وعلى اقولنا لما نمشي في المسار ده يا رب اجعلنا واحنا بنكون رؤيتنا لحياتنا الزوجية نراك قبل ان نرى رؤيتنا فنرى حياته بمددك وبنورك وبكرمك فيتفتح علينا كل أبواب التوافق ونستلم مددك المغموس في السعادة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اشتركوا في القناة